تفاعلا مع ما نشرته جريدة الرأي في عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان طبيب يغتال وزارة الصحة بشفط دهون سيدة صورها شبه عارية وجه وزير الصحة جمال الحربي إدارة التراخيص الصحية بالوزارة للاستدعاء العاجل للجراح والتحقيق معه بما نسب عليه عن نشره مقطعا على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية شفط لإحدى السيدات أجراها خلافا لاختصاصه ودون مراعاة أسس ومعايير مهنة الطب وقال الحربي أنه طلب من إدارة التراخيص الصحية بالوزارة أيضا رفع تقرير إلى إدارة التراخيص الطبية للوقوف على ملابسات القضية تمهيدا لرفع تقريرها إلى لجنة التحقيقات الطبية العليا والاتخاذ الإجراءات القانونية في حال تبوت إدانة الجراح